نحن بقى نتكلم على مبارات الأهلي وسموحة في بطولة الدوري وعشان نبقى بنتكلم بمنتهى الصراحة وعشان مصلحة النادي الأهلي وعشان الجمهور اللي بيزعل لمجرد تعادل الأهلي في المباراة واللي يزعله أكتر أن الأداء يكون وحش اللي يزعل جمهور الأهلي واللي كل الحق أنه يزعل أن الأداء يكون وحش أنا هنا حسأل سؤال بمنتهى الوضوح هل أداء الأهلي آخر ثلاث مباراة جيد؟ لا وحش أداء وحش سيء بصراحة منتهى الصراحة هل هو ده النادي الأهلي؟ هل هي دي فرقة؟ هل إحنا بالطريقة دي يا جماعة هنقدر أن إحنا نحقق أحلامنا كلنا كنادي أهلي؟ بصراحة لا لازم يكون فيه علاج للأخطاء من كبر كولر اللي ممكن بالمناسبة يكون عنده بعض الأخطاء وما فيش حد دايما بموفق وفيش حد دايما كاراته كلنا بتبقى صح وإيه دي كرة القدم أنا متفاهم كده تماما لكن تعال نرجع مع بعض كده بداية تم مباراة إيه؟ غزل المحلة نرجع أربع مطشوات مثلا أرى مطش غزل المحلة إحنا عملنا شوت أول إيه الدلعة ده؟ إيه الجمال والحلاوة دي؟ كنا تحف في الشوت الأول كنا عاملين مطش علامي الشوت الأول حسامت الأمور بدري بدري جبت هدفين خلصت المطش الشوت الثاني حصل تراجع في المستوى بتاعك ماشي بتحصل مفيش مشكلة تيجي تخش على مباراة التحاد السكندري بعدها أنت كذبان تاتة سفر الشوت الأول أفضل مش زي شوت المحلة مش زي شوت الأول في المحلة بس شوت كويس شوت الأول قدم التحاد السكندري مع وضع في الاعتبار أن تتحصل عليك ضربتين جزاء وفرقة التحاد ما كانتش موفقة في إحراز ضربتين الجزاء ومع زيك قدرت أن أنت تكسب بنتيجة تاتة سفر حلو زي الفل مفيش مشكلة برضو بتحصل نيجي بقى نخش على مباراة فيوتشر بزروفها بسهولتها أنا بقول لك بسهولتها أنك تحسنها بشكل مبكر بعد طرد لعب من فيوتشر في ديئة عشرين وبتتقدم بهدف ومع ذلك رغم أن أنت بتلعب بزيادة عددية بتتعادل فدي كانت بداية التراجع الملحوظ بشكل أكبر يعني شوت تاني في مباراة المحلة شوت تاني في مطر الاتحاد مباراة فيوتشر كلها أو معظمها برضو عشان تكون صريح وبتخش بعدها على مباراة فرقه أداء سيء بس تكسب في ديئة الأخيرة أو في الثانية الأخيرة من الوقت بضل ضايع ده برضو مقبول وأكيد حاجة زي كده تدينا ده فمعناه أن نحن نكون أفضل وأفضل أن نحن نعمل شغل كويس وترجع سقاطنا في نفسنا وكلام من ده ده طبيعي لكن تيجي في مباراة سموحة مبارح تتفرج على الفرقة بصراحة أنا تقريبا شفتش الأهلي وحش كده بالطريقة دي قبل كده بصراحة يعني إحنا جماعة إحنا لسان حالة جمهور إحنا لسان حالة جمهور إحنا الجمهور أصلا إحنا جمهور كلنا جماهير للنادي الأهلي اللي بيطلع نطلع شاشة قناة للنادي الأهلي فهو أول حاجة ألف بيه أكيد منتبع للنادي الأهلي وبيعشق الكلان ده من قلبه فحنطلع نقول كلام مش هو الحقيقي الناس دي مش حابق فيه مصدقية مع ما اللي بيتابعنا فلازم نكون ماضحين نتكلم بمنتبع صراحة لما الأهلي بيبقى حلو إحنا أول ناس بنتطلع الأهلي في السماء ومنطلع اللعبة في السماء لكن لما يبقى فيه مستوى سيء لازم نكون صرحة مع نفسنا إحنا وحشين عملنا مطش وحش جدا تقريبا مش تزيد على المرمى غير واحدة في البقية الأخيرة يعني مش هو ده النادي الأهلي وأنا هنا بوجه رسالتي لعاب النادي الأهلي اللي أنا بصق فيهم جدا جدا واللي عندهم إمكانات كبيرة قوي وجهاز الفني اللي احنا ننصق فيه جدا والناس اللي بتدوا بداية رائعة والحد دلوقتي بالمناسبة انت ماشي بشكل كويس لكن مش هو ده الشكل اللي انت عايش شوف عليه فرقة يعني على مستوى الأرقام انت منتصدر الدوري بس حنفضل لون احنا منتصدرين الدوري بالمنظر ده يبقى عمرنا ما حنبقى منتصدرين الدوري في يوم الآيات لو فضلنا بالمنظر ده تمام لكن في نفس الوقت الرسالة اللي أنا عايز أقولها اللعيبة بتاعتنا الرجالة يفوق أكتر من كده ويقدوا بشكل أكتر من كده ان يا جماعة بمنطقة صراحة خسارة الدوري للموسم الثالث على التوالي حيبقى أمر غير مقبول بالمرة غير مقبول بالمرة ما فيش واحد من جمهور النادي الأهلي حيقبل انك تخسر الدوري ثالث سنة على التوالي دي بتحصل كده كل فين وفين مقابل مش عايزنا تحصل أصلا أنا فاكر في أولي الألفية الجديدة ثلاث سنين واربعا كانت ظروف صعبة جدا اتنين خدهم الزمالك واحد اسماعيلي دوري فبس من ساعتها انت بتكتسح اه تفكت سنة وترجع تاخد تاني تفكت سنة تاخد سبع سنين دوري وتامنية وكلام من ده المرة دي انت فقط الدوري سنتين واربعا فبالنسبة لك انت كلعب في النادي الأهلي حتتكتب ان الجلدة خسر الدوري ثلاث سنين واربعا ودي حاجة نادر حدوثها في تاريخ النادي الأهلي نادر حدوثها في تاريخ النادي الأهلي فالرسالة اللازم يكون مدركها لعاب النادي الآهلي والجهاز الفني وانا مدرك جدا وواصف انهم عارفين حاجة زي كده ان خسارة الدوري السالة الثالثة على التوالي ده أمر غير مقبول مش هيباله اي واحد من جمهور النادي الأهلي هل معنى كده ان احنا بنقطع في لعابتنا لأ طبعا ومش هنقبل حد يقطع في لعابتنا بس احنا بنفوقهم ونقول لا خلوا بالكم يا رجالة مش هينفع كده مش هينفع كده الواحد بيتفرج مبارح محبط متدايق مش قادر يشوف الاهلي كده فدي جزئية مهمة جدا جدا لازم يتم معالجة الأخطاء خلال الفترة اللي جاية لازم نلحق نفسنا بشكل مميز بأي طريقة من الطرق أبرزها الصفقات أبرزها الصفقات تلت مرة أبرزها الصفقات لازم يكون في صفقات للنادي الأهلي هل معنى بقول لازم يكون في صفقات للنادي الأهلي ان اللاعبة اللي عندنا هوايلة لأ لعبك كويسة جدا وبدليل الألقاب الالكتير اللي حقوقها وكلام مدي و flakesنا ما بنعشش على الماضي يا جمعان احنا الماضي ده والبطاطي كتير احنا مننساها مش احنا النادي اللي ناخد بطولة ونوقع عايشين عالية كتير لا 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 الاهلي ولا جمهوره كده للأهل ولا جمهوره كده فالصفقات تدعم وتقوي قيمتك تقوي قيمتك عشان احنا عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا دوري أبطال إفريقيا تمام وعندك أكتر من بطولة أبرزها البطولة اللي جات لك من السماء كاس عالم الأندية فانت كاس العالم الأندية انت واحد فبراير قوي ماتش ليك قدام أوكلاند سيتي لازم تروح وانت سكتك في نفسك وانت واقف على رجلك صح وانت مدعم نفسك بشكل مميز عشان تظهر بالشكل اللي الناس متعود عليه مش هنا في مصر لا في العالم كله الناس كلها ما بتشوف الأهل أو تعفل الأهل في كاس العالم بينتظروا شكل مميز من هذه دليل الأرقام الكتير أجد في بعض البطولات في كاس العالم الأندية في تاريخنا يعني احنا شاركنا كتير أوي أصل ففيه بعض البطولات ما كناش موافقين فيها لكن فيه تلات بطولات احنا اخذنا فيهم داليا برونزية حققنا حاجة بل كمان احنا اكتر من كده اطموحنا رايح ناحية المباراة النهائية ده طبيعي احنا بنشارك للمرة التامنة في تاريخنا في كاس العالم فطبيعي بقى انت بعد اكرار المرات اكيد طموحك بيزيد فاحنا اطموحنا نوصل نهائي كاس عالم هنوصل بأداء تعنبرح مستحيل مستحيل دك هتوصل ازاي شغل اكتر معالجة أخطاء والسلبيات اللي عندك تمام تصحيح بعض الأخطاء اللي ممكن تتعلق بالجهاز الفني وده وارد جدا وعادي احنا يا جماعة بص عشان نجيش حد يقول ده قناة الاهلي بتتقطع احنا عمرنا منقطع احنا قناة الاهلي دي بتدعم الفرقة بنساندهم بنقولهم فوق يا رجال احنا وراكوا في دهاركوا عنفضل نساندكم وسقطنا فيكم عالية جدا سنتوا لازم تكونوا عند حسن الظن عند الجماهير قبل اي حد عند الجماهير قبل اي حد فانا منتظر بإذن الله واحد احد بإذن الله واحد احد بداية مبارات سيراميكا المجبلة يوم الاربع مرورا ببيرامدز بالمبارات اللي عندك على مدار الشهر اللي جاي ده لحد كاس العالم ان احنا نكون ناس عاملين شغل ممتاز ومقدين بشكل كويس يطم من جماهير النادي الاهلي وكل واحد في موقع مسئوليته يقوم بدوره عشان بإذن الله واحد احد نشوف الاهلي بتاعنا اللي احنا عايزينه اللي احنا بنحلم به اللي احنا واسقين جدا ان احنا عنشوفه في يوم الايام بالشكل اللي احنا بنأمله يعني واسقين في مجلس الادارة واسقين في اللاعبين واسقين في الجهاز الفني واسقين في المنظومة كلها الناس دي مش اكيد من ان ما فيش حد عايز يفشل او يخسر فيش كلام ده كل حيتعب وحيعمل كل ما بوصعه عشان يخلي الاهلي بشكل افضل بكتير قوي من اللي احنا شوفنا عليه انبارح الفريق في مبرات سموحة فخلاص ننسى مبرات سموحة ونفكر في اللي جاي بس كان لازم نتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح عشان خاطر جمهوري الاهلي ده مش حينفع نجمله الكلام مش حينفع نجمل للجمهور الكلام فان شاء الله القادم افضل وافضل بكتير بالنسبة للنادي الاهلي من خلال معجلة الاخطاء ومن خلال التدعمات المنتظرة باذن لوحد احد على صعيد الفريق الاول لكرة القادم